الشرطة الكينية تعتقل السفير الإيراني في نيروبي هادي فرجواند لقيامه بمحاولة تهريب لعنصرين من الحرس الثوري محكوم عليهم بالسجن بتهم الإرهاب وبحسب موقع وكالة كينيا أن فرجواند أوقف خلال محاولته تهريب أحمد أبو الفتح محمد وسيد منصور موسوي وهما من فيلق القدس التابع للحرس الثوري بالتنسيق مع كبار المسؤولين المحلين الكينيين السفير الإيراني هادي فرجواند كان يحاول تهريب العنصرين المدانين من الحرس الثوري من خلال شبكة علاقات مجبوهة مع كبار المسؤولين الكينيين وفي مقابل مبالغ كبيرة دفعت لهم لإطلاق سراح العنصرين ومن ثم تهريبهم وقد رصدت الكاميرات تحرك السفير وهو يحاول حجزة تذاكر سفر له للعنصرين أيضا حيث تم اعتقاله وبحسب المصادر أن عنصري فيلق القدس أحمد أبو فتحي محمد وسيد منصور موسوي ألقي القبض عليهما في كينيا خلال عملية تفكيك لشبكة تجسس إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ضد مصالح غربية وضبط بحوزتهم ما يقارب من 15 كيلوغراما من المتفجرات ويذكر أن العديد من دول العالم اتخذت إجراءات شبيهة بحق دبلوماسيين إيرانيين لضلوعهم في التخطيط لعمليات إرهابية في تلك الدول مثل الدنمارك وألمانيا وبلجيكا وألبانيا وفرنسا وغيرها النيابة الكينية أعربت عن صخطها من المؤامرة لتهريب المدانين إلى خارج البلاد وأعلنت أنها ستواصل متابعة المتهمين جميعا وبذلك تتوى صفحة أخرى من صفحات الإرهاب الإيراني العابري للقارات ترجمة نانسي قنقر